اللعب بس رائد لليكوسو طبعا جرانج جون جرانج هو واحد من اللاعبين القليلين اللي اتحطش عليهم مسبوت رغم ان جون جرانج ده ده مولود في مصر اتولد في مصر 2004 عنده 18 سنة اتولد في مصر وقاه لأب وأم من جنوب السودان لكنه اتولد في مصر وخلاص جون جرانج من اللعب البرونسين جدا رايح نيو كارسل يا كريم في الانتقالات اللي جاي خلاص اتم تعاقده معاهم لعب مهم جدا 18 سنة وبالمناسبة لما سؤل من عام مضى انك تحب تلعب للمنتخب المصري قال لي يا ريت اتمنى ألعب للمنتخب المصري قبل ما يروح للمنتخب الاسترالي لعب في المراحل السنية ناس قبل السورة التانية ده بيقولك قصة صعبة جدا يعني ما كان عايز يلعب للمنتخب مصر واحنا ما خدناش بانه بس هو راح لعب للمنتخب الاسترالي وتواصلنا معاهم ويلعب مع نيو كارسل انجيز اللي هو من اهم الفرقة في الدولة الانجيز ورد علي رد غريب جدا قال لي هو الطبيعي انها مكون في أي لعيب يعني المنتخب المصري عايز يلعب خاصة اننا مولود في مصر واسمه اي تاني جونجرانج جونجرانج اوه بينعى في المنتخب الاسترالي لعاتي هو من اب وام من جنوب السودان لكنه مولود في مصر قال انا لم يتواصل معاي احد المنتخب المصري ويتواصل مع احد كنت طبعا ما عندي اي منع ان انا موجود مع المنتخب المصري ده هو عنده 17 سنة ولعيب صغير وكانت تقدر تجيبه قبل ما يشترك مع المنتخب الاستراعي الاول كان موجود في الفئات السنانية انت كلمت ممكن يكون يتحدي الكرة مع واش رقم اه ما ممكن صدق وارد او معهم رقموا مكسرين او فيهم مشكلة في الفطورة نجيش بقى تضيقنا بقى احنا من الفرغ لكاس العال لا لا هنتكلم على عيبة كتير طيب هنتكلم على عيبة كتير هنأعمل هنأتكلم على عيبة كتير اشتركوا في القناة